ها قدنات عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبيق لجناني استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الدياني الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما مرحبا بكم من جديد مع أفضل أيام الدنيا ولازلنا في أفيائها ولازلنا في أعمالها الخلفية أي السننة الخلفية البعدية التي تكون بعد الفرائر أقصد بها أيام التشريق هي ليست من العشر ذي الحجة لكنها هي أيام الذكر وأيام الأكل والشرب وأيام الفرح وأيام السرور ولذلك هذا هو اليوم الثاني من أيام التشريق هنيئا لذاك الذي دخل العيد بقلب جديد هنيئا حقيقة أقولها من قلبي هنيئا لذاك الذي استطاع أن يقهر نفسه فيصل رحما ما كان يصله أن يكره نفسه فيسلم على صاحب قد هجر والله إنها العظمة الدليل على أنك نجحت في أيام الأيام الأولى الدليل على أنك نجحت في أفضل أيام الدنيا أيام العشر أنك نجحت وتجاوزت الاختبار وكنت منطلق في ميادين الطاعة وفي موسم هو أفضل موسم طلعت عليه الشمس وأفضل أيام الدنيا كما وردت في الحديث هو أن تكون قادر على عبادات كنت لا تعملها ومن أقساها وأقواها وأشدها على القلب أن تدفع بالأحسن لمن كان طول العمر يدفعك بالأخشن أن تحسن إلى من أساء إليك أن تعطي من كان يمنعك أن تذب عن عرض من يقتات على عرضك أن تدعو مخلصا لرجل لا يحبك وأنت تعلم أنه لا يحبك يضمر العداوة لك ومع ذلك لأنك لا تريد من عملك إلا الله والدار الآخرة هانت عليك نفسك في مرضات الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر دل الله النبي عليه الصلاة والسلام دله على أن يصبر ما دله على أن يعاقب وقد عوخب ولذلك هنيئا حقيقة أقولها من قلب أو أنا مثلكم يمر علي ساعات أكره أن أصل فلانا لربما أو أن أزور فلانا لربما لكنني إذا أكرهت نفسي يوما وشعرت بالانتصار أنني زرت من كنت لا أزور أحسنت إلى من كنت لا أحسن إلي وصلت من كان يقطعني أحسنت إلى من كان يسيء إلي والله إن العبد ليشعر بلذة وسعادة وانتصار بل ولربما يبلغ العبد أعالي الجنان بعفوه عن الناس أن يعفو عن الناس يا من يريدون العيد سعيدا يا من يريدون لذة تداخت تخالط شغاف قلوبهم دونك العفو دونك الصفح ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل بالذي إذا قطعت رحمه وصلها صل من قطعت ويقول الآخر يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي هل الحبيب دله على أن يبادلهم بما يفعلون أن يقطعهم كما قطعوه لا والله إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل اقضموا غيظكم دليل على النجاح في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بعد أن غذ الإنسان في قلبه الإيمان أنه يسمو بإيمانه فيبحث عن رضا ربه حتى في خلاف هواه أخالف هوايا لربي لربي وإني لا أعجب في سير الصحابة والسلف الذين إذا فرحوا يفرحون حقيقة فرحا شرعيا لأن القلوب لا يملأها حقد مع لا قلة ذات اليد نحن اليوم مطاعم ومآكل ومشارب وسفريات وحلل وملابس ومراكب وكل الميمات مطاعم مراكب ومع ذلك تجد أن السعادة قد انحسرت من بعض البيوت ورحلت من بعض القلوب لماذا؟ إنه القلب ومن أكبر ما يلوث القلب ويحرم الإنسان لذة العيد وهو لا زال في أيام العيد أن المسكين لا زال مكبل فانتصروا على أنفسكم معاشر المؤمنين والمؤمنات فنحن في أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى باقي شخص ما سلمت عليه في العيد أنت ابنة عم تحاشيتي أن تسلمي عليها في العيد اليوم ابتدئوا بهم ابتدئوا باتصالكم عليهم واحملوا واحملوا معكم شيئا من الهدية أو شيئا من الأضحية غيروا في خارطة القلب الذي لربما الشيطان قد وسوس فيه الخناس الذي يوسوس في صدور الناس غيروا في نظرتكم للحياة فالحياة جميلة بشرط أن نطيع خالقها الحياة جميلة ويجب أن نستمتع بها بشرط أن يكون القلوب مستعدة للفرحة ولن يكون القلب مستعد للفرحة وهو مشتت في شعب الدنيا وهذا قد قطعه وذاك قد هجره وذاك قد شتمه وذاك قد عاداه وذاك يحقد لا عليه وذاك يحفر له حفرة وذاك يغتابه وذاك ينقل الكلام بينه وبين الناس على صفة الإفساد توقف توقفي أيام العيد خلوها سعيدة وبعد أيام سيختم هذا العام وهذا الموسم من الله به عليكم وأنتم أحياء فاختموا بخير اختموا بخير وأجمل قرار تتخذه الآن اتصال على شخص لا تحب لا تحبه ولا تحب الاتصال عليه بسبب شحناء بينكما أو بغضاء بينكما قرار رائع قرار من الأدلة على بلوغ الإيمان في قلبك مرحلة استقرت بها نفسك واطمأن بها قلبك إذا لم تستطع واصلت في نزيف الحسنات واصلت في نزيف الحسنات وأخشى ألا يعود لي ولا لك موسم الجنة من جديد وما أدرانا فقد لا ندرك عشرا أخرى مدى الله في آجالكم وبارك في أعمالكم وألتقي بكم وإلى اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائره ها قد دنات عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبيق لجناني استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الدياني فضل الإله الواحد الدياني اشتركوا في القناة